السلام عليكم مرحبا بكم على قناة باتيس حانان اليوم ان شاء الله سنقدم لكم بطبوط معمر او مخامر بعجينة جد بسيطة والنتيجة كيجي هش خفيف وقطني وكأننا عجلنا بالحليب بحشوة جد رائعة وكتعطينا كمية كبيرة اذا اعجبكم محتوى القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات في المكونات غادي نحتاج هنا دقيق الفارينة اللي كيكون مغربل عندي نصف الكمية دي الفارينة دقيق القمح اللي كيكون بنخالة رقيقة ممكن تستعمله كمية اقل شوية من نصف او ممكن تستعملوا الدقيق الفورس والفينو الى كنتوك تستعملوهم غادي نزيد الملحة وغادي نزيد معلقة مع مراش خميرة فورية او معلقة ممسوحة وغادي نزيد معلقة زيتون هنزيد زيتون غير باش كيزيد يطري لنا البطبوط وكيجي ارتب كنجمع العجينة بالمدافي وكندلكها كنجمعها مزيان كنجمعها غير شوية وكنبدأ كنزيد لها شوية بشوية الماء بها الطريقة وكنعجينها مزيان هنا كنشربها الماء باش كتجيني العجينة رطبة وكتعطينا نتيجة افضل كيف ما شفتوا العجينة كتكون خفيفة ولكن ما كتلصقش المهم انها تكون طرية وخفيفة كيف ما كتشوفوا بهذا القوام بعد ما كنت لكم زيان كنجمعها وكنخليها حتى تخمر كنغطي عليها وكنخليها بينما كان وجدوا الحشوة هنا عندي بصلة مقطعة رقيقة أنا هنا طحنتها في الهاشوار كنت طحنوها غير رقيقة ما كنت طحنوها بزعفة ولا كنقطعوها بالموس قطع رقيقة وعندي ثلاثة الفصوص ديالتوم لقطعتهم قطع رقيقة زيت زيتون وكنزيد هنا الملحة باش كتلق لنا البصلة الماء وما كتتحرك لنا زيت زيتون كنخلط المكونات كلها وكنبقى نحرك حتى تضح لنا البصلة شوية بهذا الشكل من بعد غادي نزيد الكفتة هنا زيت كمية ديال الكفتة غادي نحاول نخلطها مع البصلة وانا كنفتتها بهذا الطريقة كنخلط وكنحاول نفتت الكفتة من بعد غادي نزيد التوابل هنا زيت القزبار حبوب مطحون سكين جبير الكوركم او الخرقم بلدي وط حميرة والبزار طبعا انا هنا غادي نزيده من بعد هادي نزيد عندي ثلاثة الحبات ديال خيزو ووجوج حبات قرعة خضرام حكوكين كنزيدهم على الحشوة هاد الحشوة كتجي رائعة بهذا المكونات اللي استعملت سبق وحضرت معاكم بهذا الحشوة مسمى معمر وكذلك فطيرة بالعجين المورق وهنا غادي نزيد المكون الاساسي واللي كي يعطي لهذا الحشوة واحد المداق مميز وكيزيدها قيمة مضافة اللي هو القرفة كنزيد كمية قليلة من القرفة اللي كتعطينا واحد تجانس في المداقات ما بين خيزو والقرعة والكفتة ما بين خيزو والكفتة ممكن كذلك تستعملوا التوابل الكفتة إلا كانت عندكم هنا المداق القرفة لا يأتي بان فقط تعطيه واحد المداق مميز لهذا الحشوة من بعد مما كنت نحرك الحشوة حتى تنزل المديالها وكتنشف تماما كيفما شفتوا معايا كنزيد زيتون في مرحلة آخيرة من بعد مما كنت في العافية ونزيد المعد نوس مقطع كيفما شفتوا هنا زيت الزيتون كي يجمع لي الحشو وكي يعلقها ومن بعد ندوز باش نشكل العجينة هنا بعد مما خمرات نجمعها بها الطريقة نشكلها على شكل طولي ونقطعها كيفما شفتوا هنا قطعتها على ثمانية القطع من بعد عودت انقصت منهم ودرت تسعة دية القطع يعني هنا هذه الكيمية اللاجينة أعطتني تسعة دية الحبات من بعد كنكورهم بهذه الشكل ونضعهم جانبا هنا نسيت ما قلتش لكم في المقادر دية التوابل كتزيدوا الهريسة انا هنا نسيتها عزتها الحشوة من بعد من بعد كندهن سطح العمل بكمية قليلة قليلة جدا من الزيت يمكننا تسقطعها لها العجينة في سطح العمل ونصرحها بهذه الطريقة نرقق الجوانب نركز عنهم دائما باست نجمعها لها العجينة غليظة في الوسط نضع الوسط كمية من الحشوة ونبدأ نجمع بعد شكل ونصدها جيدا ونصدها جيدا ونتأكد جيدا بأن العجينة لصقعت وتسدت لهذا قلت لكم لا تكتروا الزيت لكي تستطيع العجينة تلصق لكم لكي تسدوها إذا كترتوا الزيت لا تستطيع تسد العجينة بنفس الطريقة نأخذ الكرة الثانية نسرحها ونرقق الجوانب ونضع كمية من الحشوة هنا في هذه المرحلة ممكن تزيد الفرماج الفرماج محكوك انا اكتفت بزيت زيتون فقط فهو يزيدها مضاق ويعلق لنا الحشوة ويجمعها ثم نصدها جيدا كيفما قلت لكم نتأكد بأنها مسدودها جيدا ونضعها بزيت زيتون كيف ما شفتوا معي ونضعها كيف ما شفتوا معي هنا من اللي كان نزل الكرة نعود نجمعها شوية عاد نضعها ونبدأ نقرسها لأننا مستعملين الدقيق الكامل في العجينة فمن اللي كان نخليها وكتفقها مدة كالترخة فباش ما تعدبني وتلصق لي في سطح العمل نقدر نتحكم فيها جيدا كنجمعها شوية عاد نقرسها يعني تكتشد راسا بنفس الطريقة كنكمل انا بمجرد ما كنعمرجوش كورات او ثلاثة كنبدأ نطيب باش ما كتترخش العجينة وكتعدبني مبعد فاش كنبغي نهزها ونقرسها لأن العجينة هنا يارا خمرت المرة الاولى فما كتحتاج نعود نخليها تخمر في الوقت اللي كان نخدمه فيه كتزيد كتعاود التخمر مرة اخرى لذلك ما نخليه بزاف وهنا كندوز باش نقرس البطبوت كناخد الكورة ديال العجين وكنقلبها يعني الجهة اللي كانت في الاسفل هي اللي كان ديرها في الاعلى وكنقرس لانه هي اللي كانت مجموعة فيها العجينة باش نتأكد بانها ترقات العجينة مزيان وما كديج عجينة مجموعة بزاف من بعد كنحطها في المقلة اللي كانت تكون سخونة على عافية متوسطة وكنعاود نقادها ونقرسها مزيان في المقلة وكنقرسها دائما كنركز على الجناب باش ما كنجيش غليضة مع الجناب هنا ما ننساش نبقى ندورها مرة مرة ومن اللي كانت بدأت تحمر كنقلبها وانا دائما كندور كيف ما شفته وكنقلب كيف ما شفته كيتحمر وكيجي اللون دياله محمر وفي نفس الوقت ما كان نزربوش عليه في الطياب يعني كنبقى ندوروه ونقلبوه حتى كي ياخد الوقت دياله في الطياب هنا بعد ما قرست اللي بطبوطة الثانية كنقرس دائما بالزيت بزيت زيتون كنقرس به الكورة ومن بعد كنحطها في المقلة وكيف ما شفته كنزيد نقدها في المقلة وكنرققها وانا ما كنرقوش بزاف وما كنخليوش اغليد را كيزيت شوية يتنفخ فاش كي بداي طيب دائما كندور البطبوط وكنقلب حتى كيتحمر وكي طيب مزيان بنفس طريقة كنستمر حتى كنسالي البطبوط اللي عندي هذا الشكل النهائي ديال البطبوط معمر اللي حضرت معاكم صراحة كي جي رائع وكي جي خفيف بزاف وارطب قطني كيف ما قلت لكم وكأننا مستعملين في الحليب او اليوكورت رغم ان العجينة دياله جد بسيطة كيف ما كتشوفوا معايا هنا ايا كنحل معاكم واحدة وغني شوفوا من الداخل كيفاش كي يجي كتجي في الحشوة بينه وكي جي عامر وما كي جيش غليط كيف ما كتشوفوا كي جي رقيق وكي جي رطب كنحاول نوضح لكم هنا كيف ما كتشوفوش حال كي جي خفيف وكي جي مهوي كانت هذي وصفة اليوم اللي حضرت معاكم اتمنى انها هتكون نالت اعجابكم الى اجبكم الفيديو ما تنسوش مشاركتم مع الاصدقاء في مواقع التواصل شكرا على المتابعة والى فيديو قادم ان شاء الله